مرحبا اليوم في خبر جدا رائع في برنامج جديد فتح بنوفا سكوشا هذه المقاطعة الموجودة بشرق كندا وعاصمة هاليفاكس هذه المقاطعة عم تطلب عمال من دون خبرة طبعا أي شخص بقدر يشتغل بهذه المهن هذا الشي الرائع يعني الأشخاص حاليا اللي عم تتابعنا ممكن أن تشتغل بهذه المهن من دون أي خبرة ومن دون حتى شهادات نحن نحكي كيف فينا نقدم ونشرح متطلبات هذا البرنامج وكيف فينا نصل لنتيجة إيجابية بالنهاية حتى الأشخاص اللي ما لهم حابين يشتغلوا بهذه المهن ممكن نشوف لهم طرق أخرى فياريت تتابعوا كامل التفاصيل حتى لما تتواصلوا معنا يكون عندكم خبرة عن شو حكينا أولا هذه هو الموقع الرسمي اللي هو نوفا سكوشا الموقع الرسمي لمقاطعة نوفا سكوشا خلينا ننتقل للمهن المطلوبة بشكل سريع مثل ما أنا شايفين هذا الملف من الحكومة طبعا construction managers هنبلش نشوفهم باللغة الإنجليزية وبعدين نترجمهم لللغة العربية مع الصور لحتى نساعدكم بفهم نوع هذه الأعمال أو هذه المهن اللي الشخص لازم يكون عنده خبرة فيها أو بدون خبرة ننتقل لأول مهنة اللي هي brick layers اللي بيشتغلوا بنوع من الباطون هذه المهنة بعتقد أي شاب عربي ممكن أنه يشتغل فيها من دون ما يكون عنده خبرة أساسا بهذا الموضوع يفضل يكون خبرة سنة واحدة لكن إذا ما كان في خبرة أو مستعد أنه يتدرب بهذا المجال لبضعة أشهر بعدين يتقدم لهذا البرامج نعم ممكن يعني حتى البرنامج يكون عنده هذه الشهادة التدريبية بهذا المجال مقبولة يعني إذا ما كان عنده high school أو ثانوية ممكن أنه ينقبل إذا عنده شهادة تدريبية بهذا المجال فأنا حطيت لكم بعض الصور لحتى للأشخاص اللي ما بتعرف شو هن اللي بيشتغلوا بهذا المجال يصير عنده فكرة عنه هذه أول مهنة مطلوبة مطلوب سنة خبرة يفضل لأشخاص اللي ما عندهم خبرة ودارسين معهد أو مكان متدربين فيه لعدة أشهر بيكون هذا الشيء كافي ننتقل للمهنة التالية اللي هي heavy duty equipment mechanics يعني اللي بيشتغل بمكانيك الآلات الثقيلة مثل ما أنا شايفين في صور كثيرة بتشرح أو بتأرجي شو هو نوعية هذا العمل أي شيء له علاقة بالمكانيك يليه له علاقة بالماكينات أو الآلات الثقيلة الكبيرة مثل ما أنا شايفين خلين ننتقل للمهنة التالية اللي هي مطلوبة كمان الcarb partners اللي هن النجارين مثل ما أنا شايفين بيشتغلوا بعدة مهن بعدة نشاطات بهذا المجال كمان هذول مطلوبين يفضل يكون عنده سنة واحدة خبرة ويفضل يكون عنده شهادة بهذا المجال أو إذا ما عنده شهادة بهذا المجال أو معهد تدريبي ممكن الثانوية تكفي بهذا الموضوع خلين ننتقل للمهنة التالية اللي هن الكهربائيين أي نوع من الكهربائيين كمان مطلوب فمثل ما أنا شايفين الصور هن بهذا المجال للكهربائيين ننتقل للمهنة التالية اللي هي الولدرز اللحامين وأي شيء له علاقة بهذا المجال مثل ما أنا شايفين related machine operators يعني اللي بيشغلوا بهذا المجال أي شيء له علاقة باللحام مثل ما أنا شايفين بمختلف المجالات بمهنة اللحام كمان نقول هن علاقة بالميكانيك بالآلات الثقيلة وغير الثقيلة أكيد في بعض الأشخاص عم تفكر شو هن المهن اللي ممكن يشتغلوها بعيدة عن هذه المجالات تكون أسهل لحن نصلى تقريبا بنهاية الفيديو ننتقل للمهنة التالية اللي هي العلاقة بالhome building and renovation يعني أي شيء العلاقة بإكساء المنازل بتجديد هذه المنازل المنازل القديمة وإعادة تجديدة أو بناءها المدراء اللي بهذا المجال كمان اللي عندهم خبرة سنة بتكون كافية بهذا المجال حتى لو ما عنده شهادة وعنده شهادة ماهد بيقدر أنه يقدم على هذا البرنامج فعلى سبيل المثال مدير بهيك موضوع ما بعتقد ما عنده شهادة لكن إذا ما عنده شهادة وعنده شهادة تدريبية ممكن أنه يقدر يقدم المهنة التالية هي construction manager أي شيء العلاقة بالمقاولات أو مدراء المقاولات هذا الموضوع موجود كتير بالدول العربية بدول الخليج فبعتقد كتير من الأشخاص عندهم خبرة بهذا المجال اللي يشتغلوا فيه طبعا عندهم خبرة فيه ولو خبرة بسيطة بيقدر أنه يقدم على هذا البرنامج مثل ما حكينا الثانوية أو شهادة ما عاد بتكون كافية المهنة التالية اللي هي العلاقة بالبرادات التبريد والتكييف ميكانيك المتعلق بهذا المجال ميكانيك مثلا التبريد والتكييف أي شيء العلاقة بالبرادات كمان بالغسالات كمان بهذا المجال فهذا المجال جدا مطلوب وأيضا بيحتاج خبرة يفضل من ستة شهور إلى سنة بعدين من انتهى للمشغل الآلات الثقيلة مثل الكريم أكيد هذي كل الناس بتعرف شو هو الكريم أو هذه الآلة الضخمة طبعا بحاجة لشخص أنه يشتغل بهذا المجال مطلوب كتير ناس بهذه المقاطعة بنوفا سكوشا كما الأشخاص اللي عندهم خبرة بهذا المجال بيدروا يتقدموا له هذا البرنامج المهنة التالية هي الكونكريت اللي بيشتغلوا بالتشطيبات مثل ما أنا شايفين هذا نوع العمل اللي هو مطلوب يفضل يكون في خبرة سنة طبعا الأشخاص كمان اللي عندهم لغة انجليزية بسيطة بهذا المجال حيكونوا لهم أولوية ننتقل للمهنة التالية هي البلاسترز اللي علاقة بالجبس اللي علاقة بالتشطيبات كمان هذه المهنة أيضا مطلوبة بمقاطعة نوفا سكوشا ننتقل للمهنة التالية اللي هي كمان اللي بيشتغلوا على أسطح المنازل هذي كتير مطلوبة بشكل عام بكندا مو بس بمقاطعة نوفا سكوشا وحكينا بقناتنا التانية اللي هي نورتليف كندا بلوس إنه هذا نوع من أنواع الأعمال أو التجارات اللي بدر الشخص يأسسها لما بيصر على كندا وكتير مربحة لأنه هذه النوع من الأعمال لا تتوقف بكندا طبعا مطلوب الأشخاص اللي عندهم خبرة بهذا المجال أقل شي سنة وإذا ما عنده خبرة مثل ما حكينا ما نشوف شو نوع الشهادات اللي عندهم منقرر على هذا الأساس بالانتقال للمهنة التالية كمان المتيريال هاندلرز اللي بيكونوا بأماكن السكراب وبدن ننقلوا هذه البطائع أو الشي الموجود بهذا المكان بالمشين بالآلات الثقيلة أو بآلات الأخرى موجودة بالموقع مننتقل حاليا لأسهل المهن وأي شخص بدير يعملها هذه الهيلبرز يعني أي شي ممكن الشخص يطلبوا منه أنه يحمل شي معين ينقل مثلا البطائع من مكان إلى آخر ينقل مثلا معدات من مكان إلى آخر فالهيلبرز والليبرز هدول بيشتغلوا أي شي أي شي يطلب منهم مننتقل للأثر كمان أي شي يعني من دون أي خبرة الأثر تريدز هيلبرز وليبرز يعني أي شي بيشتغلوا بمجال المقاولات دائما في تيم بيساعدهم التيم اللي جاي جديد مثلا بالعمل وما عنده خبرة هن هدول هن الأثر تريدز هيلبرز وليبرز كون ما عندهم أي خبرة فكتير من القادمين الجدد حتى بيشتغلوا بهذه الوظائف قبل ما نحكي عن الشروط مثل ما بتعرفوا فاتحين إحنا قناة جديدة اسمه نورتليف كندا بلسي لشعارة بالأزرق كمان هذه القناة بتحكي عن مشاريع قادمين الجدد لها اللي ذكرناها ونزلنا فيديو كتير مهم وكتير مفيد للقادمين الجدد وللكنديين والمقيمين الدائمين حتى بنحكي عن تأسيس المشاريع بدول تانية مثلا مثل دبي حكينا عن شراء واستجار منزل كمان حكينا عن وظائف بكندا فعلي القناة للبزنس والوظائف بالنسبة للمتطلبات لهذا البرنامج بنوفا سكوشا لازم الشخص يكون عنده خبرة سنة بهذا المجال أو المجالات اللي حكينا عنها إذا ما كان عنده خبرة بيقدر يأثبت أنه عنده معهد تدريب يقدر يتدرب بضع أشهر أو أحيانا شهر أو شهرين بهذا المجال وعنده شهادة بيقدر أنه يتقدم من دون ما يكون عنده الثانوية إذا كان عنده الثانوية المتطلب الثاني يكون عنده جواز سفر صالح لأقل شي ست شهور أما بالنسبة للأشخاص اللي هني على إقامات لجوء أو إقامات مؤقتة أو في السياحة أو زيارة ببلد هني ما هي بلدهم فطبعا ما بيحقلهم يقدموا لهذا البرنامج فأنا ما بنصحهم أن يضيعوا وقت ما بنصحهم يقدموا ويدفعوا فلوس لأنه ما حيجي نتيجة بالنهاية بالنسبة للأعمار حيكون الأعمار من 21 سنة إلى 55 أما بالنسبة لموضوع اللغة الأشخاص اللي عندهم لغة أربعة وما فوق اللي هو كتير كتير سهل وأي شخص يقدر ياخده حيكون لهم الأولوية بهذا البرنامج بالنسبة لحساب البنك هو غير مطلوب بالنسبة لوجود أقارب أو أصدقاء مو مطلوب بهذا المجال بالنسبة لدعوة كمان مو مطلوب بهذا البرنامج ننتقل إلى أهم متطلبة اللي هو لازم الشخص يكون عنده عقد عمل من صاحب عمل من هذه المقاطعة كيف فينا نصل لهذا الموضوع الأشخاص اللي ما عندهم قدرة مادية هنترك لهم روابط لمواقع كندية بدروا يبحثوا بنفسهم بهذه المقاطعة وإذا حصلوا على فرصة عمل لحتى نساعدهم بطلب منهم أن يتواصلوا معنا بشكل مباشر حتى ما يدخلوا بموضوع أنه ما يعرفوا شو يعملوا بعدين أو ما يعرفوا شو يعملوا بالخطوات التالية إذا إحنا هلأ منشرح كل الخطوات الشخص حيضيع وما يعرف شو يعمل بالخطوات التالية لكن أهم خطوة هي الحصول على عقد عمل فالشخص عندما بيحصل على عقد عمل من هدول المواقع اللي حنتركهم بصندوق الوصفة أول تعليق بيقدر يتواصل معنا بشكل مباشر لحتى نساعدوا بالخطوات التالية اللي يتقدم بهذا البرنامج بشكل مباشر طيب الأشخاص يلي هن ما بيعرفون يبحثوا عن عقود عمل لو بدهم يوظفوا خبرتنا بهذا المجال لحنا تواصلنا مع أصحاب أعمال موثوقين ووظفوا أجانب بالسابق فهن عندهم خبرة بالتعاون مع الأجانب لكن هذا الموضوع هو مدفوع لازم الشخص أنه يشترك بأحد العضويات الشهرية على سبيل المثال الرد السريع هو 9 دولار فقط بالشهر أما بالنسبة لخدمة البحث عن عمل مثل ما نشايفين هي 99 دولار ونحاول نتواصل مع أصحاب الأعمال أو نشارك معلوماتهم مع الشخص اللي يشترك وهو يحب يتواصل معهم بشكل مباشر أو لحنا نتواصل معهم بالنيابة عنه طبعا لازم يكون في عندك سيفي بالطريقة الكندية كمان موجود هون مع خطاب تحفيدي فهذا الشيء كمان موجود على موقعنا الخدمات اللي بيكون بأول تعليق وبسندوق الوصف طب شو أول خطوة لازم نعملها؟ أول خطوة لحنا لما نضغط على أول رابط بأول تعليق أو بسندوق الوصف تظهر عنا هذه الشاشة منحط إيميلنا ومنعمل سبسكرايب بعدين وتتواصلوا معنا بشكل مباشر على الواتساب اللي حيضر حاليا على الشاشة وتتواصلوا معنا وبتقولون المهنة اللي أنتو عندكم ياها سنين الخبرة وين موجودين بأنه بلد هنا وإقامتكم بهذا البلد بعدين نقدر نساعدكم أما الأشخاص اللي ما لنحابين هذا البرنامج أو بيحسوا نفسهم أنه ما عندهم الخبرة بهذه المجالات أو هذه الوظائف بيطروا يتواصلوا معنا لحتى نساعدهم بغير مجالات بنفس هذه المقاطعة ممكن نساعدهم بالمهن اللي هن موجودين فيها لأنه مطلوب مهن بمجالات أخرى لكن هذا البرنامج مخصص لهذه المهن ممكن نلاقي لهم برنامج آخر حسب المهنة اللي هن فيها فأنا بتمنى التوفيق للجميع وطابعونكم ترجمة نانسي قنقر